أخ جرجس يمكن في ناس عم بتشاهدنا وفعلا عم بتقول أنا أنا اللي بعاني من هذا المضوع أنا عندي عبودية قاسية عندي صغر نفس تفكير عن نفس أنه أنا ما بسوى مش ناجحة فاشل بحاول كل المحاولات وبآخر نهار أجد أنه كل المحاولات عم بتقوب إلى الفشل شو الرسالة الأخيرة اللي عاوز تقدمها للمشاهدين في موضوع الهوية أنا يعني هحاولها بدل الرسالة كأنها صلاة لأنه مدام فيه كده وحضرتك بتشارك حسيت أنه فيه ناس ممكن يبقى عندها أنين من جوة واحتياج فنصلي مع بعض كده أنه الروح الكدس يعمل في حياة المشاهدين أكيد أكيد طب نصلي مع بعض كده حط إيديك على قلبك كده النهاردة أقول له يا رب أنا بجيلك بجيلك بكل اللي فيه دوتو ويمكن إبليس نجح أنه يسلب مني هويتي اللي أنت بتكلمني عنها النهاردة أنا بصلي باسم الرب يسوع أنك تيجي رب وترمم هذه الهوية اللي سلبها إلى الشيطان منذ البدء كان بيحاول أنه يدمرها ويسلبني منها في اسم الرب يسوع أنا بصلي الآن ضد كل أكاذيب شيطانية كل حسون كل علو يرتفع ضد معرفة المسيح كل أفكار شيطانية اتزارعت خلال السنين من خلال التربية من خلال المدارس من خلال المجتمع اللي عيشنا فيه من خلال الكولتشر والثقافة المنتشرة باسم الرب يسوع تنهدم هذه الحسون من علينا في اسم يسوع تحس أن تحط إديك على رأسك الآن يا رب بصلي من أجل ضد كل أفكار شيطانية اتزارعت جوايا عن نفسي تعال يا رب كده واهدمها بالكامل ويا رب بصلي في اسم يسوع أنك تدينا الاتضاع أننا نقبل أنك أنت تغيرنا في اسم يسوع يا رب بصلي من أجل روح الحكمة والإعلان وزي ما بولوا استسالة يا رب لكنيسة قفص احنا النهاردة بنصلي بعضنا البعض وبصلي من أجل إخواتي الغليين الغليين يا رب اللي بيشاهدوا هذه الحلقة الآن باسم الرب يسوع بصلي من أجل روح الحكمة والإعلان في معرفتك تعال يا رب إدي إعلانات احنا مين في المسيح يسوع احنا مين تعال يا روح الله القدوس بقوة غير عادية وإلمس كل واحد فينا وبصلي يا رب أنك تاخد كل شخص بيشاهد الحلقة النهاردة في شركة عميقة في أوقات حقيقة فيها انكاونترز فيها زيارات سماوية زي ما زرت يعقوب وتحول من يعقوب إلى إسرائيل أمير مع الله ليكن فيه أوقات إلهية السماء على الأرض ناس تنفتح السماء فوقيهم ويبقى فيها زيارات يتحولوا من شخص إلى شخص آخر باسم الرب يسوع آمين آمين